موسيقى اكيد احنا يعني كممثلين ومبدعين في اشخاص كتير هادا نافذة لانا لعادة التواصل بين الناس وكل الحركة الفنية ترجع تتواصل مع بعضهم ميلاد انت بالفترة الاخيرة يعني دليتك بسوريا اغلبية الفنانين وهيك عادة طلعوا برات البلد مصر الامارات بيروت تشتغلوا انت اغلب وقتك دليتك بسوريا هو اكيد يعني هو يعني الانسان بيضل بلده عزيزة عليه يعني وخاصة وقت المحن يعني فالانسان لازم يتمسك بياه البلد لكن هذا كمان ما بيمنع انك انت تضل متواصل مع كل الناحنا بالنتيجة كلياتنا شعوب وحدة وبلد واخوة وارض وحدة يعني فحقيقة لازم الواحد يعني بمجال الشغل ولا بمجال اي شي ضل متمسك بيعني زي بنحكي ع الدراما السوريين فانت لازم تتمسك فيها بلحظات ميلاد انت مقل بالزهور الاعلامي او بالشوشرة على السوشيل ميديا وكذا بعيد عن هذا الشيء وهذا الشيء كمان يمكن هلا بهذا الوقت صار يمكن يقلم النجومية الفنان اذا ما عنده كتير زهور على السوشيل ميديا او ما عنده اي شوشرة فشو رأيك بهذه المعادلة فيه ناس بتشتريها لهي شوشرة انا بايعها لا لا اكيد انت انا موضوع التواصل الاجتماعي انا بخليه بس لا يعني مرتبط بالعلاقة بالشغل تحديدا يعني انه انت شو الاعمال اللي عم تقدمى شو ما برو بحبك كتير روح الشخصي يعني حيئة فبتتركها هي يعني هي رديف للاعمال وللشغل وللاخبار الفنية اللي هي بتخصك طبعا طبعا ميلاد انت يعني برزت بالعالم العربي طبعا انت من زمان ما شاء الله عنك بالدراما السورية بس برزت بالعالم العربي من خلال باب الحارة طبعا وبي قالب معين يمكن ضليتك فيه لفترة طويلة حسيت حالك ان ظلمت شي بهايدا القالب والله حسيت حالك انه انت اخرت حقك لا هو اكيد يعني موضوع الظلم ما فيه ظلم بالعكس انت وقت بتلتزم بشي معين بمشروع وتخلص من هذا المشروع فهو الناس بالعكس بتشلك ياه يعني الناس بتحب انت شخصية لعبتها بمسلسل فانت بتدافع عنا للاخير اكيد هلأ المطلوب منك شي جديد ونحن هلأ عم نعمل شي جديد اكيد شفت يعني امكان برمضان اكيد سوق الحرير هو مختلف عصفيح ساخن مختلف بعد عدة سنوات السباعيات والعشاريات اللي عم نشتغلها كتير فيه شي مختلف لكن الالتزام ما بيفرض عليك انك انت تتخلى انت مفرض تكون ملتزم بشي انت بمشروع الناس حبته الناس امنت فيه الناس عشقته فانت منحق الناس عليك انك تلتزم فيه انت انسحبت منه بالفترة الاخيرة هو اكيد المشروع كله صار بغير بغير مكان فاكيد انا بالنسبة لي يعني ايه مثل ما اتلكت الجزء التاسيخ هو كان اخر جدا الريسخ هو هذا المسلسل بعقول المشاهد العربي يعني كنتو ما شاء الله انتو اول مطلح هذا المسلسل رائع جدا والناس تنطروا هيك حبته امتح نشوفك بطل مطلق بعمل هيك تلفزيوني او او شي هلا مو مطلوب انا ما كثير عندي هاي المعادلة يعني انا بقيد مجهول مسلا هي بطولة عبد المناء انا بروح باللعب شي مميز في عشرين مشاهد ما عندي اي مشكة هاي العائدة ما كثير بتطور عليها الشخصية المميزة بمكان مميز بمساسة مميز في انا كثير هل اعمل شي اذا بدك تسميه انت هدول يعني انو البطولة المطلقة بس يعني ما بشوف انا الدراما هي بقائمة على بطل يعني هاي الفكرة ما كثير مع يعني انو البطل الاوحى العمل الفني هو عمل شركاء وهو مشروع وهو يعني لازم يكون في ما بتسميه بطولة جماعية انا بحب هاي القصة هي الفكرة يعني اذا بدكت نقيضة يعني لا 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 لانو انت بالنتيجة يعني انه شو المميز اللي راح يكون انو انو انت بتظهر اكتر على الشاشة بتكون يعني شو الفكرة يعني انو اسمك بيكون بالشارة اول اسم طيب يعني طيب اذا الناس ما حبتك مو هذا انا برأيي هذا اهم انت ما كنت مستمتع بالشخصية مو هذا اهم انا برأيي هيك فكرة هاي العقلية تبعين شو عندك حاليا جديد تقبرنا شو عم تحضر حقيقة انا اكيد نحنا متل ما اتلاك هلا رايحين كتير باتجاه السباعيات والعشر حلقات انا عملت طب الاصل عملت انتقام بارد سبع حلقات عملت كمان بكرة بيجي نيسان 8 حلقات وهلا عم بعمل عملنا عشر حلقات تعطر ان شاء الله شكرا يا علي ووجهلك تحية ومن سوريا الحبيبة لا اهل الامارات ودولة الامارات الف تحية وان شاء الله نظل دائما هيك بخير ويرجع هذا التواصل الدائم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة